بسهر الخير ألا بحضرتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم العالم كله يتحدث عن إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بالكورونا طبعا خبر هام جدا أن حتى رئيس دولة أصيب بالكورونا في تحركات في فرنسا كتير جدا لكل المحيطين بالرئيس وكل اللي يتعاملوا مع الرئيس في الفترات السابقة رئيس وزراء أسبانيا تم عزله لأنه كان في اجتماع مع الرئيس ماكرون منذ عدة أيام ماكرون نفسه أعلن قصر الإليزي قاله الرئيس حيتم عزله ولكن حيباشر أعماله بطريقة الفيديو كونفرنس الآن منذ لحظات بس طلعت نتيجة فحص السيدة الفرنسية الأولى سيدة فرنسا الأولى سلبية لم تصاب بالكورونا وطبعا العزل حيبعدهم عن بعض في الفترة القادمة ده معناه أن الكورونا يا جماعة هما مش عارفين يعني هما بعد كل الاحتياطات اللي بيعملوها وكل الاحتياطات اللي واخدينها والمسكات اللي بتلبس وكل حاجة طبعا ده رئيس دولة فلازم يكون كل حاجة متعقمة وغيره وغيره ولكنه أصيب بهذا الفيروس وبالتالي أرجوكم خدوا 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 بالكم وخدوا احتراضاتكم كويس جدا الموجة القادمة أو الشتاء القادم ده يعني ربنا يعدي تلات شهور الجايين دولة على خير علينا جميعا وده اللي احنا هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة احنا في حلقتنا النهاردة حيكون فيها فقرة كاملة عن الكورونا بخبراء من عدة خبراء مصريين على فكرة من عدة دول في العالم من أمريكا ومن بريطانيا وحنبدأ نتكلم معهم عن ما يحدث وايضا حيكون معنا خبراء من مصر متخصصين في هذا الأمر